تتوالى الانجازات الامنية وجهود التطوير والتحديث التي تسهم في تعزيز جهود شرطة البحرين في تعزيز الامن ونشر استقرارها وقد أصبحت جهازية شرطة البحرين وكفاءتها في التعامل مع القضايا محل تقدير مجتمعي واضح لشرطة البحرين عطاؤها وانجازاتها الممتدة في كافة المجالات الميدانية في إطار أداء واجباتها من أجل حفظ أمن الوطن وتعزيز السلامة العامة ويأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين والذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر من كل عام تقديرا لما تقدمه شرطة البحرين مرت الإدارة العامة الدفاع المدني بمراحل تطويرية وصولا إلى 11 مركزا مختلفا بمختلف مناطق البحرين مجهزا بأحدث تكنولوجيا المتطورة في مجال الانتفاء والانقاذ والرصد والتعامل مع الأخطار المختلفة من خلال إدارات خصوصية التي تلعب دور جوهري في تنفيذ مهام وزارة الداخلية من حيث حماية الأرواح والمنشآت الحمد لله وصلت لإدارة العامة الدفاع المدني لتلبية جميع البلاغات التي تورد لها من مختلف مناطق المملكة حتى وإن كانت ترى أنها من غير تخصصها لأنها تبادر بتلبية البلاغات والمساعدة في جميع الخدمات الإنسانية تم تطوير قرفة العمليات إلى مركز العمليات وتم استحداث السياج الأمني وهو عبارة عن منظومة رادارية بالإضافة إلى كاميرات نهارية وليلية بالإضافة إلى الجهاز التعرف الأوتوماتيكي والذي يساعد مركز العمليات على التعرف للأهداف في حالة البحث والانقاذ كل هذه الجهود التي تقومها غير حفر السواحل هي حماية المياه الأقليمية لمملكة البحرين وحماية مرتدين البحر لتحقيق الأمن والأمان الإدارة العامة المرور تسخر كل إمكانياتها وجهودها في سبيل السلامة المرورية وإضافة الارتقاء بالسلامة المرورية وتمتلك الإدارة العامة المرور خطة استراتيجية ألا وهي الخطة الوطنية للسلامة المرورية قوامها محاور عدة تهدف إلى تقليل من الحوادث المرورية حفظا للأرواح والممتلكات والعلى من أهم هذه المحاور هي إنفاذ القانون وبالتالي انتشار الدوريات لضبط السلوك العام أثناء استخدام الطريق العام وحفظ كل مستخدم للطريق العام وأيضا من المحاور توظيف التكنولوجيا في هذا المجال وأصبحت أغلب الشوارع مراقبة من ناحية المرورية وساهم هذا أيضا في الحد من الحوادث المرورية ولا ننسى المحور ألا وهو الثقافة المرورية وزرع الثقافة المرورية واحترام قواعد المرور أثناء استخدام الطريق العام وخير دريل على نجاح هذه الجهود هي نعكاس ذلك على إحصائيات الإدارة العامة المرور والله الحمد أن خفاض معدل الحوادث بنسبة 48% وهذا يعتبر إنجاز الإدارة العامة المرور ولجهودة في هذا المجال وتبقى شرطة البحرين محل فخر واعتزاز خلال مسيرتها الممتدة على مدار مئة عام ويبقى التقدير الوطني لتضحيات شرطة البحرين ممزوجا بقيم الولاء والانتماء دافعا لمواصلة مسيرة الإنجازات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر